أكبر عملية تزوير في مؤسسة الشهداء تم الكشف عنها مؤخرا في الأنبار مدير مؤسسة الشهداء في المحافظة أعلن عن ضبط 15 ألف معاملة تقاعدية مزورة خاصة بتعويض ذوي الشهداء والجرحة متوعدا بملحقة المزورين قانونيا كان عدد الشهداء 2249 شهيد كانت هذه المعاملات مستوفية للشروط خالية من شابة للتزوير تم ترويج المعاملات وإحالتها وفق نظام الباراكود للتقاعد اللي تخلفوا عن المراجعة مثل ما ذكرنا اللي عددهم 15 ألف وتسعمائة وسبعة أوسط اللجنة القضائية أنها تعتبر هذه المعاملات بحكم المعدمة وإبطال التقارير الطبية والقرارات التعويضية أحنا هناك إجراءات رادعة وصار ما سوف تتخذ في الأيام المقبلة من خلال التنسيق مع المحاكم المختصة والأجهزة الأمنية والرقابية للحد من حالات التلاعب والتزوير ويعتقدوا مراقبون أن جهات متنفذة تقف وراء عمليات التزوير ما أدى إلى سلبي حق أسر الشهداء الحقيين وتأخر إنجاز معاملاتهما تريليونات انصرفت ناس مستحقين بهذا الملف حتى من خارج محافظة الأنبار جاءوا مشت معاملات هنا عن طريق الواسطة وعن طريق الفساد الإداري اللي موجود أغلب الدوائر اللي معنية بهذا الشكل هم اللي ضيعوا حقوق أهل الرماد وهل الأنبار لأنه ما نعرف أصلا هالسعينة تروح أنت مستحق أنت تروح على المؤسسة ما لشهداء أو تقاعد تلاقي أعرج لو أعوار لو مضروب لو مصاب قاعد يبشي لأن ما حد ينطي صال لسنوات على الحطة يراجع وإلا ينطف فلوس لو تنزل بيه آية إذا ما ينطف فلوس ما تنمشوا معاملته أنت تعرف حتى أطفال بعدهم أمرهم سنة وستة شهر عندهم معاملات لا يستمعوا الرواتب يعني هاي المعاملات الـ 8000 اللي انكشفت وتبرت مزورة لحد الآن توقفت ما تخذوا بيها أي إجراء الآن موجودة اللي أعلنت عن 14 ألف معاملة أيضا مزورة طيب هاي اللي كانت اللي تابعتها وكشفتها شوان مررواها ليش ما أعلنوا عنها وكشفوا المزورين حتى القضاء ياخذ إجراءاته ويردع هذو المزورين ورغم الإعلان عن ضبط عمليات تزوير بآلاف المعاملات التقعدية التي تسببت بهدر أموال طائلة ذهبت لغير مستحقها إلا أنه لم يكشف عن نتائج التحقيقات بشأنها أو من الذي يقف وراءها عامر محسن قناة دجد الفضائية محافظة الأنبار اشتركوا في القناة